السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا اخوان تم ازالة الازهار الموجودة راح ارعويكم كيف لانه لم يحصل عقد لربما في صابة فطرية فنلحق مدام في بداية الموسم نمسك الزهرة كذا ونكسرها من هالاتجاه وعلى طول اتخذ معها اجراء ورشيتها بمبيد فطري نحاسي لكن راح ارعويكم الازهارة ولا زهرة موجودة تعقد كله طايع هذا بسبب مرض فطري العملية تحطي يديك على خدك وتتريه ويروح عليك الموسم ولا تشتغل واشتغلت عليها وحاولت ازيل معظم الازهار وان شاء الله راح ابث لكم قريب تقريبا ان شاء الله ياخذ شهر عشرين يوم شهر بالكثير وراح يظهر التزهير جديد وباذن الله يكون سليم وغزير اغزر عما هو كان عليه والسبب انه اذا في فطريات لا تنتظر وتقول راح علي الموسم هذا ما علمونا اخواننا المهندسين جزاهم الله خير وجربناه لما يكون معاك تزهير وتقصف التزهير في بداية الموسم يخرج عندك تزهير اقوى باذن الله تعالى وعقد ان شاء الله ان شاء الله يكون طيب والله يوفقنا ووفقكم حبينا بس نبث لكم ونراويكم تجاربنا ان شاء الله وان شاء الله راح نبث لكم فيديو بتزهيرها ان شاء الله قريبا هذه اللي هي صنف الغزال او صنف قراب مدور كما يسمى الغزال او الكيني له مسميات عدة وهو المنتشر الغزال والله يوفقنا ووفقكم يا اخوان يا محبي الطبيعة وزاكم الله خير